بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم الآية دي خير دليل على وجود الحسد في حياتنا وإنه أمر شر وليه أكيد تأثير في حياتنا حتى في أمثلتنا الشعبية بيقولوا العين فلقيت الحجر يعني مش شرط إن حد عشان بيكره لك الخير إنه يبعد الخير ده عنك بإيده ولا حتى يبعده بالقوة لا كفاية بس إنه يحسدك يحسدك عن نعمة اللي أنت فيها دي حتى لو كان بيدحك في وشك عايزين تعرفوا قد إيه الحسد مضر وقد إيه هو ممكن يخرب حياتنا وإزاي نوقفه لأ وكمان نمنعه قبل حدوثه ده اللي هيقولهن الداعية الإسلامي دكتور محمد علي اللي بنستكمل معاه حدثنا عن الحسد إزاك يا دكتور يا ألف مرحبا أهلا بك عامل إيه؟ الحمد لله حمد لله عايزة أرجع 1400 سنة الورى هل في سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام والصحابة مؤشر أو حكاية أو أن الحسد ده كان موجود وحصل فيهم ده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرتك لي عايزة ترجعي 1400 سنة وراء ثم ترجعي من بداية الخليق أول معصية عصية بها الله تبارك وتعالى كانت الحسد كان الحسد مزبوط صح ولا لا؟ قال أسجده لمن خلقت ياطينا فالحسد موجود يعني من وجود آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لكن اسمحي لي في البداية وإن أنا أقولك أن في حسد محبوب ومحمود قبل من خش في جوهر الموضوع قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين يعني في حسد؟ آه في حسد وفي حسد محمود؟ آه في حسد محمود بس ما سموش حسد العلماء قالوا غبطة غبطة وسمي حسد مجازا يعني إيه؟ يعني فرحان لدرجة أنا سعيد بالخير اللي عندك واتمنالك الخير من غير ما أتمنى زواله عنك عظيم ده الحسد الإيه؟ المحمود أو الحسد المحبوب إيه معنى الحسد أصلا؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير والعياذ بالله لكن لو أنا بتمنى هذه النعمة من غير ما أتمنى زوالها عنك فهذه غبطة وسميت حسدا مجازا تمام؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها بسرعة كده يعني إيه؟ يعني أنا شايفك أو شايف أي حد معه فلوس بينفق في سبيل الله بيساعد بيبني مسجد بيعمل أسقف حق الحملات اللي بنشوفها دي أنا معيش فلوس فأنا بتمنى بقول يا سلام لو أنا لي مثل هذا لكنت فعلت كذا وكذا وكذا اللي هو فعله ده حسد ده غبطة ده غبطة ده غبطة أتمنى يبقى معي إزايه عشان أعمل نفس الخير نفس الخير لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فهما في الأجر سواء شفتي الكرم شفتي الكرم فرجل آتاه الله مالا فربنا بقى صلطوا على هلكته في الحق في الحق بينفق في سبيل الله ورجل آتاه الله الحكمة اللي هي القرآن فهو يقضي بها ويعلمها يعني إيه؟ الشيخ في المسجد اللي بيعلم الأطفال التجويد والقرآن والسنة يا سلام لو كان ربنا رزقني حفظ القرآن كنت عملت زيه يا سلام لو كان ربنا علمني كنت علمت الناس يا سلام يا سلام ده الحسد اللي هو الغبطة المحمودة المحبوبة اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكن خليني أقول لحضرتك والسادة المشاهدين مفاجأة كبيرة جدا الكل محسود بلا استثناء الغني والفقير الكل محسود أنت محسودة وأنا محسود واللي وراء الكاميرات محسودين والناس كلها واللي في الهند محسود واللي في السند محسود إزاي كلام الأول أقولك الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان كملي وفي رواية استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان كملي بقى فإن كل ذي نعمة محسود كل حد ذي نعمة محسود طب ممكن تسأليني سؤال وتقوليلي هو الفقير الغلبان المسكين اللي مش لاقي إياه كل ده عنده نعمة يتحصد على إيه صح؟ حارس عمارة موجود في المترف مترف مدخل العمارة متزوج وعنده خمس أولاد محسود على خمس عيال وجارته اللي في العمارة ما بتخلفش فشافت العيال قالت بقى شوف ربنا إيه دا وما الدنيش واحد في العيال ممكن لا قدر الله أيها مسي أكيد ما تتمناش زوال النعمة مننا لا يا فندم عايز أقولي حاجة بقى الحسد مش شرط في التعمد خلاص ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجات سهلة جدا بسم الله و بسيطة نقولها في الصباح والمساء ونخش في الحيطة بعد كده ومنخرش بقى اللي عايز يتكلم اللي عايز يقول اللي عايز يبص اللي عايز يحسد هتيجي الحسد كده هتيجي أذكار الصباح والمساء واقي لك فجارته ما بتخلفش وهو بيخلف ابنه حافي في الشارع ما بيعياش وأنا ابني اللي بكلفته من البرد وخايف عليه كل يوم والتاني يعي أولي بص الولد عنده مناعة طبيعية وبص أنا ابني عام فحتى الفقير محسود الغاني محسود الجميلة محسودة هلمه المنطلق ده الإنسان ممكن يحسد نفسه وأهله يا سلام عليك طبعاً ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطم يا سلام عليك شوفي تعبير النبي صلى الله عليه وسلم استخدم النار فاكرة الحلقة اللي فاتت اللي أنا قلت لك شعاع بيطلع بيقول لك اللي كان بيحسد كده يقول لك أنا بحس أني في حرارة بتطلع من عيني خصبنا عنه فهو مريض بالحسن إنسان حقودي إنسان ما بيحبش الخير للناس إنسان مفروض يتعالج دينياً ونفسياً خلي بالك وجماعة الناس المرضى النفسيين لو أنت قرأت عليهم القرآن كله مش هيخفه لازم أخذ بالأسباب التداوى وعباد الله فإن الله ما أنزل دا إلا وأنزل الله دا فلازم نأخذ بالأسباب فيش حاجة اسمها إن أنت موسوسة آه أنت بعيدة عن ربنا لا دافيل لحفظ القرآن كله موسوس فيه حاجة اسمها المرض العضوي نفرد لها حلقة إن شاء الله شاء ما نطلعش بره الموضوع ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن لأهل المعم حساداً فاحذروهم طب نحذرهم إزاي يا ابن عباس هقول هالك في آخر الحلقة نحذرهم إزاي لكن عدريك سألتيني سؤال لطيف وجميل جداً هو ممكن الإنسان يحسد نفسه أو نصه ثلاثة اربع وكيلو إزاي وهقولك الدليل من القرآن الكريم اللي ربنا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنابي وحففناهما بنخل واجع إلى آخر الآيات رجلين رجل غني بيكفر بيوم القيامة ورجل تاني فقير صحبه بيؤمن بيوم القيامة ده عنده جنة من نخيل وأعنابي ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا حسد نفسه دخل الحديقة بتاعته اللي فيها الزروع والثمار قال إيه الحديقة الجميلة دي ما أظن أن تبيد هذه وما ألش ما شاء الله ولا قوات إلا بيه ولذلك صديق المؤمن قال له إيه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إنت رني أنا أقل منك ما لو أولا مش تقولش تبربش تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولذلك في فرق ولذلك قال لك هي بقى قال لك وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرش حسد نفسه فضاعت منه الحديقة بتاعته قال إنسان ممكن يحسد نفسه وأنا حقف وقفة بسيطة هنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا فيه فرق إمتى أقول إمتى أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وإمتى أقول اللهم بارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله أقولها عشان محسدش نفسي وأهلي ومالي واللهما بارك أقولها عشان محسدكيش واحسده 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 فما شاء الله لا قوة إلا بالله للنفس اللهم بارك للغير حتى لو أنا دخلت على حضرتك مثلا بيتك تقولي اللهم مبارك اللهم مبارك لا أنا دعني أقول بسم الله ما شاء الله أي ما ربنا يبارك لك ليه أنا قولتلك سوقت إليك هذا الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرتك برضو سألت السؤال آه ممكن الإنسان يحسد نفسه يحسد نفسه الدليل اللي أنا قلتولك من القرآن الكريم طب يحسد أخوه زي؟ وأخوه يعني مش أخوش إيقه بس أخوه يعني أخوه المسلم وأي حد في الحياة عندنا قصة لطيفة وجميلة جدا هختصرها لك كده في دقيقة دقيقتين كان فيه رجل من الصحابة اسمه سهل بن حنيف سهل بن حنيف ده كان رجلا وضاء جلده ناعم الجلد بتاعه ناعم ولا كجلد مخبأة يعني البنت اللي مخبينها في الخيمة البكر اللي لسه بقى لا غسلت مواعين ولا عملت طبيخ ولا حطت إيديها في الكلور وإيديها تشققت ولا كلام ده بنت لسه ناعمة بيحفظين عليها كده البنت البكر سهل بن حنيف كان يغتسل كان معاه أخوه عامر بن ربيع عامر بن ربيع أخوه في الدين يعني فسهل بن حنيف ده بيغتسل في بئر قريب من المدينة فمين اللي شافه يا مدام منال عامر بن ربيع عامر بن ربيع فقال له إيه قال له والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة يا سلاح فلوبطسه يعني أغمع غشي علي وأغمع علي لا إله إلا الله الكلمة أسألك سؤال هو عامر بن ربيع الصحابي الجليل عايز يسلوا بالنعمة من سهل بن حنيف أبدا أمال لي حضرتك إذن قبل ما تقول لي أمال لي الحسد من الشرط فيه التعمد يعني كي أنا هحسد نفسي أنا هحسدك أنا هحسد ابني أنا هحسد أختي أمال ليه معنى وتفسير إن الحسد تمني زوال النعمة ما هو تمني زوال النعمة ما هو ده الحسد اللي هو كويس سؤال عظيم جدا في حسد إن أنت تتمني زوال النعمة ده أخطر أنواع الحسد وفي حاجة تانية اسمها يا مدام منال العين المعجبة برافو عليك على السؤال ده العين المعجبة هو عامر بن ربيع ما يقصدش التمني زوال النعمة لكن عنده عين معجبة وما قالش اللهم بارك ما دعلوش بالبركة فلبط سهل فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم هل تتهمون فيه من أحد قالوا كان معه عامر بن ربيع قال ائتوني به وفي رواية الطبراني سهل بن حنيف هو اللي حكى للنبي صلى الله عليه وسلم القصة فتغيض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له على ما يقتل أحدكم أخاه يقتل فكرة الحلقة اللي فاتت لما قلت لك ان الحسد بي موت والسحر ما بي موتش فكرة الكلام ده وان الحسد أخطر من السحر قال له على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يحب فليادع له بالبركة يبقى إذا يا فندم عندك بقى علاج الحسد كده باختصار أولا البعد عن اللي بيتجرب الدين الدجالين والعرفين تاني حاجة اليقين يبقى أنت بتعملي كده بيقين بالله سبحانه وتعالى إن ربنا حيش فيكي وإن ده مجرد سبب تالت حاجة أذكار الصباح والمساء رابح حاجة الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض في الأرض رب السماء والعالم لم يضره شيء ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاثة مرات يا ريد كلنا نهتم بالموضوع ده حماية لينا والأهلنا واستنونا في حلقة تانية إن شاء الله مع دكتور محمد اللي بشكره على وجوده معنا النهاردة عن السحر ودلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا استنونا اشتركوا في القناة